في العراقي البلدي الذي يملك ثاني أكبر احتياطي للنفط عالمياً يزج نحو ثلث سكانه إلى دائرة الفقر بعد تجربة حكم مستمرة منذ نحو عقدين مارست فيها أحزاب السلطة أبشع صور الفساد المالي والسياسي في دراسة مشتركة مع منظمة اليونسيف والبنك الدولي توقع برنامج الأمم المتحدة الإلمائي ارتفاع نسبة الفقر في العراقي إلى 31% خلال هذا العام لا سيما في ظل عجز الحكومة عن توفير الأموال الكافية لإنفاقها على الأولويات الأساسية ويلات الفقر بانتظار سكان العراق تقول الأمم المتحدة لا سيما بعد انهيار جدران الاقتصاد العراقي المتصدعة إثر تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط المورد الأساسي للعراقي حتى باتت خزينة الدولة خاوية وبحسب الأمم المتحدة فأن العداد الكبيرة للسكان الذين سيكونون تحت خط الفقر ستبعد البلاد عن أي مسار حقيقي للتنمية وبالتزامن مع حفر العراقي قاعا جديدا من مستويات الفقر وعجز الحكومة عن توفير مستقبل آمن أو الخدمات الأساسية وفرص العمل للمواطنين يتضخم عدد سكان العشوائيات ليشكل رقعة أكبر تظهر مدى هشاشة وفاشل البرامج الحكومية حيث بلغ عدد سكان العشوائيات نحو ستة ملايين شخص بحسب لجنة الخدمات والإعمار النيابية وسط عدم أي مؤشرات اقتصادية حقيقية لمعالجة هذا الملف ولم تقف سسلة الانهيار الاقتصادي إلى هذا الحد حيث أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن كل طفل العراقي يولد بذمته ديون تصل إلى 3000 دولار عازية السبب إلى فشل الحكومة التي لا تعرف عدد موظفيها حتى بسبب التعينات العشوائية لا سيام الحزبية بحسب اللجنة معطيات جميعها تقود إلى أن مفهوم لا دولة يترسخ يوما بعد آخر في العراق في ظل استشراء الفساد وسيطرة الميليشيات على مفاصل الاقتصاد الأساسية واستمرار فشل الحكومة العاجزة عن تقديم أي إنجازات على أرض الواقع سوى الضجيج الدعائي